بعد ثلاث سنوات من الحرب تبرز للواجهة تساؤلات عدة عن موارد الدولة ومدى استفادة الحكومة اليمنية منها في تطبيع الحياة وتوفير الخدمات للمواطنين وعلى الرغم من سيطرة الحكومة على منابع النفط والغاز في شبوى ومأرب بالإضافة إلى تحكمها بميناء عدن ومنفذ الوديعة إلا أن الحكومة لم تفي بالتزاماتها أمام مواطنيها على الأقل في المناطق الواقعة تحت سيطرتها الرواتب من تلك الالتزامات التي لم تستطع الحكومة الإيفاء بها حتى للذين وضعوا أنفسهم على خطوط المواجهة مع ميليشيا الحوثي حيث يعيش الآلاف من قوات الجيش الوطني بلا رواتب منذ أكثر من عام وترجع الحكومة الشرعية عدم تسليمها لرواتب الجيش والمدنيين إلى غياب الموارد وهو الأمر الذي عده مراقبون هروبا من المسؤولية كانت الشرعية قد طالبت المبعوث الأممي إسماعيل ورد الشيخ بالتدخل بشكل عاجل من أجل الضغط على الإنقلابيين لتوجيه موارد الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم إلى البنك المركزي في عدن وفروعه في المحافظات لتتمكن من الإفاء بالتزامات الحكومة تجاه المدنيين ومؤسسات الدولة لكن التساؤلات تبقى بلا إجابة عن أسباب عجل الحكومة عن إدارة المناطق المحررة فضلا عن التحكم بإراداتها فيما يظل مصير موارد المؤسسات في طي المجهول ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة